في الحلقة التي تم بثها على قناة ميدي انتفي من برنامج مع المغرب من واشنطن تنول عدد من المتدخلين لانقسامة في الطبقة السياسية وفي الشارع الامريكي إزاء تدابير مرحلة الحجر الصحية خلال أزمة كورونا المستمرة وتساءل كل من آدم إيرلي السفير والناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الخارجية الأمريكية وماتيو بروتسكي المحلل والخبير الجيوسياسية في شؤون الشرق الأوسط وكبير الباحثين في معهد جولد للاستراتيجية الدولية في واشنطن تسأل عن ثقة المجتمع الدولي في الولايات المتحدة في طريقة تدبيرها لجائحة كوفيد-19 لنتابع الآن يا مات في الثلاثين من يونيو أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يسمح للأمريكيين بالسفر إلى دوله بسبب فشل الولايات المتحدة في السيطرة على فيروس كورونا فهل ترى أن هذا يهكس عدم ثقة المجتمع الدولي في كيفية إدارة الولايات المتحدة للأزمة؟ هذا القرار لا يزعجني بقدر ما تزعجني محاولة الاتحاد الأوروبي وضع أسبوعه فوق جرح الولايات المتحدة فإجراء الولايات المتحدة عدداً قياسياً من اقتبارات فيروس الكورونا لمواطنيها حتى بات ذلك مثار غيرة لكثير من دول العالم كشف عدد الإصابات بشكل أدق وهذا ما استغلته وسائل الإعلام في اليسار لتطقييم العدد دون الإشارة إلى تصنيف هذه الأعداد هل هي جديدة منها إجمالي الإصابة منذ بداية الوباء؟ وبالنسبة لأوروبا فهي تحاول الرد علينا لأننا فرضنا قيوداً على السفر إليها ترجمة نانسي قنقر